من اهم الخصائص اللي بنهتم بيها لما بنقرر شراء سيارة مثلا هي قوة المحرك مثلا بتعتبر السيارة اللي قوة محركها 400 حصان سيارة قوية وسريعة لكن ايه سر كلمة حصان اللي بعد رقم 400 دي؟ السبب في كده انه عندما اخترع المهندس الاسكتلندي جيمس وات المحرك البخاري في اواخر القرن الثامن عشر واراض تسويقه وبيعه كانت نسبة كبيرة من السكان في اسكتلندا وانجلترا واوروبا ما زالت بتعتمد على الاحصنة لجر العربات وحرث الاراضي الزراعية ونقل البضائع وكانوا بيعتقدوا ان الاحصنة اقوى بكثير من المحرك البخاري لاخترعه جيمس وات ولاقناع المجتمع البريطاني والاوروبي بتفوق المحرك البخاري على الاحصنة ولايصال المعلومة لهم بشكل مبسط قام جيمس وات بعمل مقارنة بين قدرة الاحصنة على انجاز العمل وقدرة المحرك البخاري على انجاز نفس العمل في فترة زمنية معينة وبعد عمليات حسابية معقدة توصل جيمس وات الى ان قدرة الحصن على اداء العمل بلغت 33 الف رط لقدم في الدقيقة الواحدة بينما زادت قدرة المحرك على اداء نفس العمل في الدقيقة بخمس مرات على الاقل عن الحصن يعني قدرة المحرك البخاري الواحد كانت بتساوي قدرة خمس احصنة او اكثر ومن وقتها تم استخدام الحصن كوحدة قياس لقوة المحركات